عنوين الأخبار من القدس.com رام الله فلسطين أهلا بكم اجتداد المعارك في سوريا والجيش الحري يسيطر على مواقع جديدة في حلب مؤسسة الأقصى تكشف عن مخطط لبناء ثماني مرافق للهيكل المزعوم حول المسجد الأقصى رئيس الوزراء ووزير المالية يوقعان اتفاقية حول الضرائب ونقل البضائع مع اسرائيل مصرع مواطن وإصابة آخرين بانفجار سيارة غربي غزة وقوات الاحتلال تتوغل شرق المغازي وسط القطاع نشوب حريق في المبنى القديم للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية في رام الله دون وقوع إصابات مجلس الوزراء يقرر تشكيل مجلسا لإدارة صندوق إقراض الطالب إصابة مستوطنين في إطلاق نار على سيارة قرب مستوطنة يتسهار جنوب مدينة نابلس وحافلة جنود إسرائيلية تتعرض لإطلاق النار على الحدود المصرية وصلنا إلى نهاية الموجز والآن نترككم مع النشر الرياضي والزميل محمد العدم وإلى اللقاء أهلا بكم إلى الموجز الرياضي من موقع القدس دوت كوم الصين تواصل تربعها على سلم ترتيب الميداليات في دارة العابة الأولمبية برصيد ثلاثة وعشرين ميدالية والعرب يفتتحون رصيدهم من الميداليات المصري علاء الدين أبو القاسم يحرز الميدالية الفضية في منافسات المبارزة بعد خسارته في المبارات النهائية أم منافسه الصيني القطري ناصر العطية يفوز بالميدالي البرونزية في منافسات لسكيت في الرماية ضمن دورة للعابة الأولمبية الولايات المتحدة الأمريكية تحرز ذهبية المسابقة الكاملة لفرق السيدات في رياضة الجنباز الفني بعد تقدمها على المنتخب الروسي صاحب الفضية والروماني صاحب البرونزية الكوري الجنوبي كيم جاي يحرز ذهبية وزن دون 80 كيلوغرام في رياضة الجودو بعد فوزه على الألماني أولي بحركة يوكو في النبارات النهائية وفي منافسات كرة القدم يلعب اليوم المنتخب المصري ضد روسيا البيضاء فيما يواجه المنتخب المغربي نظيره الإسباني والإمارات في مواجهة صعبة ضد السينيجال اللجنة الأولمبية الدولية تقرر السماح للعبة الجودو السعودية وجدان علي بالمشاركة في الألعاب وهي ترددي شكلا من أشكال الحجاب الإسلامي وذلك بعد التوصل إلى حل وسط يحترم العادات والتقاليد السائدة في بلادها أخيرا توزع اليوم عشرون ميدالية في منافسات التجديف والدراجات والنبارزة والجنباز الفني والأثقال والجودو والسباحة والغطس والرماية نهاية الموجز الرياضي لمزيدنا الأخبار ترجمة نانسي قنقر